اخبار اليوم استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة تابعة للأجهزة الأمنية تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هذه العناصر وعسر بحوزتهم على خمس بنادق آلية بندقية خرطوش تسع فرد خرطوش إثنة عشر خزين آلية سمانمائة وإحدى وسبعين طلقة آلية تسع واربعين طلقة خرطوش بالإضافة لوثائق تنظمية عن استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية وقد اعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادير إخواني رجب الحمصاني الصابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة الثلاثين من يونيو واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على سلاس خلايا عنقضية تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية وإشاعة الفوضى وتقويل الاقتصاد لإسقاط الدولة أنا اسمي سهايب محمود عطلة موليد 15-7-1991 ساكن في المرج القاهرة بدرس في كلية سردين في جامعة لازهر في الدراسة اقتنعت بالفكر الجهادي عن طريق جاري اللي اسمه عبدالله رضا زيادة وأقنعني بمسألة الجهاد في سوريا وفعلا سفرت لسوريا وانضميت هناك لمعاستر تابع لداعش ورجعت لمصر بعد فضرة سفرت هنا على غزة عند أهل والدتي أنا والدتي فلسطينية وهناك تعرفت على ناس فلسطينيين من جبهة النصرة ومن قلوية النصر صلاح الدين ورجعت لمصر تاني بتكليف منهم نرى أشكل مجموعات جهدية على شكل خلايا عنقودية سرية علشان نعمل عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والأهداف اللي احنا كنا بنخطط لها كان فيه كمين في المرج وكان فيه أمنا شغالين في اسم السلام وكنا عايزين نولع في عربية بتاعت واحد في إن شمس بيرشد على الإخوان أنا اسمي جمال الدين محمد عبد العزيز المنصور اسمي الحركي جيمي طالب في كلية حقوق ربع إن شمس ساكن في عدية الأمور اتعرفت بعد 30 يونيو على مجموعة جهدية كان يقودها نبيل المغرب كان فيه منها مجموعة في سوريا لما رجع في مصر نوت استهداف الجيش والشرطة كونت مجموعة كان يقودها واحد راجع من سوريا اسمه عمر كان منضم الداعش كنا نويين استهداف عربيات نال الأموال التبع الحكومة وأنا قمت برصد فندق الموفين بيك والهيلد في ستة أكتوبة عشان الخاطر ده بيكون موجود فيه الإنميين والشخصات العامة بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجمعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الألف مسكن وقيامهم باستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزاتهم اسمي أحمد خليفة زكي أحمد اسمي الحركي فوزي موري خمسة عشرين حداشر أربعة وطمانين ممكن فعل الشمس تعرفت على صحيب المحمود قبل صورة تلاتين ستة وعرض علي فكر الجئاد والسفر لسوريا بلص هو عريف السافر وأنا ما عرفتش اشتركت في عدسام ربع لحد الفض وبعد الفض كلنا بتضرب الشرطة اللي بتضرب على المسيرات وبالتصدر لها بقالي فريدو خرطوش وبعد كدهوت أنا وصحيب وأحمد الرفاعي انتفقنا إن احنا نهم من عمليات ضد الشرطة والجيش أنا اسمي علي علي حسين وحركي شمس موليد حداشر تسعة تسعة وسبعين فاقتنك الفكر الجئادي من 2008 وتعرفت في الفين والبعطاشر على واحد اسمه أحمد خليفة معاه مجموعة جهدية من ستة أفراد عشان تعمل أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة ومعاه أسلحة من آلية وأسلحة خرطوش وكنا أول عملية مخططين لها عشان نضرب كمين اسم الملك ويعد إجهاد هذا التحرك التنظيمي إحدى الضربات الاستباقية الناجحة للوزارة والتي أمكن من خلالها الحيلولة دون تنفيذ هذه العناصر العديد من العمليات الإرهابية وشيكة الوقوع وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد في المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة ووفقا لأحكام الدستور والقانون رعى الله مصر وبارك شعبها العظيم